من صبح لحضراتكم وأهلا بكم ومجزل أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية رابطة الأندية المصرية رشحت أربع حراس للتصويت على الأفضل في الدوري للموسم الماضي وهما محمد الشناوي وأحمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد بسام لجنة الكرة بالنادي البنك الأهلي أعلنت عن التعاقد مع حسن شاهين حرس مرمى المؤولون ومنتخب مصر الأولمبي السابق لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر منتخب ناشئين كرة اليد موليد 2004 فاز على منتخب أسلندا بنتيجة 33 مقابل 30 في إطار ثالث مواجهاته ببطولة العالم والمقامة في كرواتيا والتي تستمر حتى 13 أغسطس الجري وبكده بيتأهل منتخبنا إلى دور المجموعات الثانية زياد حشاد لاعب منتخب ناشئي كرة اليد موليد 2004 حصل على أفضل لاعب في مباراة مصر وأسلندا اللي انتهت بنتيجة 33 مقابل 30 منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية خسر مباراته الأولى ببطولة بلا روسيا الدولية أمام منتخب روسيا بطل العالم بنتيجة 5-0 وده في اللقاء اللي جمعهم امبارح الشرطة العراقي تأهل النصف نهائي لبطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد ما فاز على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 وده في المباراة اللي جمعت الفريقين مبارح على ملعب مدينة الأمير السلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات ربع نهائي البطولة نادي نابولي الإيطالي أعلن تمديد عقد قائد الفريق لينزو حتى سنة 2028 ليواصل مسرته مع بطل الدوري الإيطالي واللي بدأت منذ عام 2019 فريق منشستر يونايتد فاز على فريق لانس الفرنسي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين مبارح على ملعب أولد ترافورد استعداداً لانطلاق الموسم الجديد منشستر يونايتد أعلن تعقده بشكل رسمي مع المهاجم إدر ماركي راسموس قادماً من أطلنطا الإيطالي لدعم هجومه حتى 2028 منتخب سيدات اليابان حصل أو حصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لسيدات 20-23 بعد الفوز على منتخب إنرويج بالنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب استاد واستباعك في الدور التمنى النهائي من مونديال السيدات خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لمصطفى وجماناً نكمل معهم بقية فقراتنا شكراً لك يا لامي